من جانبه قال المتحدث باسم الامن القومي في البيت الابيض جون كيربي ان الفجوات القائمة في محادثات اتفاق وقف اطلاق النار في غزة بين اسرائيل وحماس يمكن سدها كيربي الذي تحدث بينما كان جو بايدن يجتمع مع بنيامي نتنياهو لبحث افاق وقف اطلاق النار اشار الى ان بايدن سيؤكد لنيتنياهو الحاجة للتوصل الى وقف الاطلاق النار في غزة قريبا وقال كيربي علينا ان نحقق ذلك في اقرب وقت ممكن سيد الرئيس نحن نعرف بعضنا منذ اربعين عاما وقد عرفت كل رئيس وزراء لاسرائيل على مدار خمسين عاما منذ جولدامائير لذا من يهودي صهيوني فخور الى امريكي ايرلندي صهيوني اود ان اشكرك على خمسين عاما من الخدمة العامة وخمسين عاما من دعم اسرائيل واتطلع قدما لاجراء مناقشات معك اليوم وللعمل معك في الاشهر القادمة تباينت ردود الفعل في الداخل الاسرائيلي على خطاب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامي نتنياهو امام الكونغرس الامريكي اذ رحب به بعض المؤيدين من اليمين المتشدد فيما واجه انتقادات كبيرة من اليساري وعائلات الاسرى المحتجزين الاسرائيليين نتنياهو لم يتحدث عن الصفقة التي تستطيع اعادة 120 اسيرا محتجزا الى منازلهم لغتها بذني من خطاب نتنياهو لاننا كنا ااملين في انه سيقول انه ذاهب الى الصفقة ولكن نرى انه فقط يستخدم الوقت للحديث عن نفسه زعيم المعارض يائر لبيد والاف المتظاهرين من بينهم عائلات الاسرى المحتجزين هاجموا خطاب نتنياهو واصفين اياه بالاستعراض والمحبت نظرا لعدم تطرقه لوقف اطلاق النار وقرب التوصل الى صفقة تعيد الاسرى المحتجزين الاسرائيليين احياء الى ذويهم قبل فوات الاوان في نهاية المطاف المهم انه قال امنحون الاسلحة بسرعة حتى ننهي الحرب بسرعة اعتقد ان خطاب نتنياهو جيد ولانه متحدث جيد لقد اعتى انطباعا جيدا امام الجمهور في الكونغرس في المقابل رحب اليمين المتشدد بخطاب نتنياهو ظنا منهم انه استعاد بقدر كبير المكان الشخصي الدولي التي خسرها نتيجة الحرب وانه بالرغم من الضغوط الدولية ما زال يواجه التحديات وعزز من خلال خطابه الروابط مع الولايات المتحدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر